أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي أكد على الدور الكبير لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة في دعم مسيرة العمل العربية المشترك وصون أمن واستقرار المنطقة وأكد الصفدي خلال استقباله لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالعاصمة الأردنية عمان أكد على دبلوماسية جلالة عاهل البلاد المفدة الرائدة وسياسته الحكيمة التي عززت مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي وأعرب الصفدي عن ثقته في طلاع البرلمان العربي بمسؤوليته في ضوء الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة مشيدا بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا ومصالح الشعوب العربية وتعبير عن تطلعاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من جانبه عبر العسومي عن تقدير البرلمان العربي لمواقف العاهل الأردني وجهود جلالته في الدفاع عن قضايا المنطقة العربية